بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور سيبيش حاتا أستاذ علاج أورام كلية طبق جامعة الصيوف الحقيقة نهاراً أنا عايز أوجه رسالة للعالم العامة أننا دلوقتي المشكلة عندنا أن المرض السرطان أصبح لا يخلو عيلة أو نقدر بيت منه واللي مطلوب مننا أن احنا كل ما نكتشف المرض مبكر أو في المراحل البدري كل ما تكون نتائج العلاج أحسن بكتير وتكلفة العلاج أقل بكتير المطلوب بس من أهلنا أنهم ما يستهنوش بأي حاجة يشوفوها ما يتكسفوش اللي هم يتكلموا على سبيل المثال حالات السرطان السادي طبعاً المطلوب أن بعد سن الـ 40 أو الـ 50 نبدأ نعمل الفحص الذاتي كل يوم وإحنا في كل أسبوع وكل يوم وإحنا في الشبا ناخد شوار أي حاجة غريبة لازم نبلغ نروح للدكتور بتاعنا على طول ما نستناش وما نكتهدش في التشخيص نحن في نفسنا إن هذا نقول ده شوية التعبات ده حاجة مش عارفة تخبط فيها وهي دي كل المشاكل نحن بيجي لنا نحن بيجي لنا حيارة متقدمة جداً طبعاً السبب لا أصدنا تخبط من مدة ما ينفعش لازم الحاجات دي كلها نروح على الأقل للدكتور الأسرة في الأول هو ممكن يساعدنا الحاجة التانية مثلاً في سرطان القولون ترجى العيان مثلاً يلاحظ فيه بقى عدم تنزل معاه أثناء في الحمام برضو بيقول لك بواسير نقعد نعالج البواسير لمدة طويلة جداً وهكذا نكتشف أنه كان عنده ورم في المستقيم كل اللي أنا عايزه أن الناس تبقى عندها وعي وإدراك الاكتشاف المبكر فيه كذا ميزة أولاً بيقلل تكلفة العلاج وبيحسن نتائج العلاج الحاجة التالتة الفرد يتحول من فرد نافع للمجتمع وبيشتغل وبيقد وزفته الفرد قاعد في البيت قاعد في البيت ده عادة ممكن يكون رب أسرة فالتالي تبقى الأسرة كلها محتاجة العائل وده صعب جداً فأرجوكم لا تستهينوا بأي عرض يحصل في أي وقت فيه على أقل لدكتور الأسرة أو دكتور الأورام ورحوله من المصلحة أنه لو أشوف عشرين حالة شك ويطلع تسعتاشر ويصير الحمد لله وواحد تعبان أنا أكيده برضه اللعيان المريض ده هو الاستفاد مني إنه بدأ ما هنقعد نتأخر 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 وأكيده يبقى مشكلة في كل حالة شكراً شكراً شكراً